السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رجعنا لكم من قناتكم حرفة تحفة بفيديو تاني جديد. كاملين مع بعض سلسلة النشاط المدرسي. والنهاردة عاملين مشروع كبرى السحالي للصف الرابع الابتدائي. المنهج الجديد بالشكل الصحيح اللي انتم شايفونه دوت. بحاجات بصده خالص من البيت هنقدر ان احنا نعمل به النشاط دوت. ولو في عندك في حاجات ماناش متوفرة عندك. هقول لك على بداية التانية واحنا ان شاء الله شغالين مع بعض في الفيديو. دي كده اللي هي اسمها سحالي العجمي. سحالي العجمي الزرق. ما ينفعش يا جماعة ان احنا نحط البلاستيك الالوان الاحمر والاغضر والازرق هما الوان معينة. يلا بقى نبدأ ونشوف الفكرة ازاي. اول حاجة هنجيب هنا كده عندنا كارتونة. انا كده مغافرة عندي كارتونة وده لغطة بتاعها. لانا مش هشير لغطة. انا هبتدي كده بس انا هشير الاطراف اللي بتتيني في الكارتونة بالشكل ده. بعد ما شلتها انا هنا مش هير من الاطراف. لأ انا هنا هبتدي ان انا ادخلها جوة. هنا كده. عشان انا عاوزة اخلي الكارتونة تكون معانا محملة. يعني متينة اكتر. وفرض في القاعدة برضو. هنحط الاول اربع اه جناب. بالشكل دوك كده. من الاربع. من الاربع اتجاهات. وبرضو من الجهة المقابلة والجهة التانية. هبطنها بالشكل دوك كده. بالكارتون. وهيخلي الكارتون على الناحية البني. عشان انا عاوزة عشان الرمل ما يتحط يكون بين ان هو طبيعي. في القاعدة من تحت كده هبتدي برضو ان انا احط الكارتون. وبطنها بالشكل دوك كده. بطنتها كلها من الاربع جوانب. ومن القاعدة بالشكل ده. هبتدي كده ان انا جيب استقر. الاستقر دوت اللي متوفر عندي. اللي انه كده. اللي هو الارس مثل خشبي. خشبي كده كأنه خشبي. هبتدي بعد كده من الظهر من هنا اللي طلع معي من الكارتون. من الاستقر. هبطنبو الظهر بالشكل ده. بطن الظهر كله والاستقر. من الجوانب بالشكل اللي انتو شايفونا دوت. هنا كده هجيب آآ قطعة من فخ اللوحة الابيض او الورقة المقوة. وهبتدي كده انا ابطنبو للقطعة اللي تحت دي. ونزل للتحت شوية. يعني عند نص المسافة الكارتون. من فوق كده. بقطعة تانية تكون لونها لباني كده. بالشكل اللي انتو شايفونا دوت. بالشكل اللي انتو شايفونا دوت كده بالقطعة اللباني. الاول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مننا اشعارات بكل جديد. القناة كمان فيها افكار كتيرة حلوة قوي لندقاعات التدوير. او فيها حاجات كتيرة قوي للنشاط المدرسي. افكار هتلقوها في قيمة التشغيل. عندنا افكار حلوة قوي وبحاجات بسيطة. وعلى قد المتناول اليد تقدر ان تعمل بها عادي التدوير او نشاط مدرسي. هنا كده انا جبت القطعتين اللي كانوا برضو في طرف الكارتونة. بطنطهم كده بالاستجر. وهحطهم هنا برضو كده على فخ اللوحة الابيض بالشكل اللي انت شايفينه دلو. هركنهم دلوقتي وهبتدي بعد كده هنا انا هجيب معايا دي دايرة كده انا عاملها هنا بورق اصفر من ورق اللوح. ممكن لو عندك اي غلاف او اي جلدة كراسة يكون لونها اصفر تعملي بها. هنا انا عاملة استحابة وعملها كده على غلاف كتاب. بخلي الظهر الوش البرة وبخلي الظهر طبعا الابيض البرة زي ما انت شايفين. هنا كده هجيب مربع من الكارتون. الكارتون العادية اللي انا بشتغل منها كده اخدت منها من لفاض مربع صغير. يبتدي احطها وحط اسحابة على اسحابها اساسي يبتدوا يبانوا معانا بالتدريج. كأن استحاب كده واقف على بعضه بالشكل دوت كده. يبتدي اعمل كبان اتنين يبقى معي اربعة بالشكل اللي انت شايفينه دوت. كده انا خلصت الجزء دوت. هرفعه كده. يبتدي هنا كده انا ثبت معي الجناب كمان. بالطريقة دي كده انا حطيت هنا الشمع وهبتدي كده ان انا اضغط بالشكل اللي انتو شايفينه دوت كده. عشان تجمد معي. عملت الجنب ده وعملت الجنب التاني بنفس الطريقة. هاجي هنا وهجيب كتعة من الفلين. ده اللي هو الفايبر. او لقصد الفلين اللي بيجي في قلب الاجهزة الكهربائية. وهبتدي هنا انا اجيب ده. الاسوط دوت الكيس من اللي بيجي فيه المشتريات اه او الملابس الجاهزة. دوت كده اللي بيجي فيه البدلة. الرجالي. كسيته بالشكل ده. وهبتدي كده ان انا احطه. وانا هنا هميخلي اياه زي ما انتو شايفينه على قد المسافة بالزبط. يعني نازل مظبوط. مش ان هو واسع ينزل لتحت. وهجيب هنا كده عصيان الايس كريم. وهبتدي كده ان انا احط عليها الشمع على قد طول الكبري بتاعنا ومن تحت. اللي ما عندوش عصيان ايس كريم ممكن يجيب من الصيدلية هيشتري خافض اللسان. وهيتلاقي الكيس بيتباع بس مش عارفة اما صراحة كان. بس مش غالي قوي. ويبتدي ان هو يعمل به كده. او ممكن بكارتونة تقصي كارتون بطول كده. زي مقاسر عصيان ايس كريم. وتحطيه زي ما انا هحط كده. انا هبتدي هنا انا هنحط تلاتة كده جنب بعض. بالشكل دوت. بحط الاول واحد من هنا واحد من الجنب التانية. عقس ان المسافة تبقى كلها مزبطة. هكمل للاخر بنفس الطريقة. كملت بنفس الطريقة بس سبت بين كل مسافة والتانية. مسافة كده من تحت. هنا كده جبت برضو من فخ اللوح اللي انا هحطها فوق في الكارتونة. كبت شريط عرضه متر. عرضه قصد سنتي. العرض دوت سنتي. والطول اتنين ونص. وهبتدي هنا كده ان انا اجيب الاحجرة دي اللي هي اللي بيقول عليها زلغة. وهبتدي كده ان انا سبتهم تحت في القاعدة بالشكل ده عقسات يدينا ان هو الصخور. اساسا ان انا عاوزها ان هو يطلع اقرب حاجة للطبيعي للاطفال لما تشوفه تلاقيه التلاميذ قضي لقول ان هو طبيعي بالشكل ده. وبعد كده هنيجي وهنجيب كده معي رمل الرمل دوت مينادي. يعني محطوط عليه مية بس حاجة بس ده خالص كده. على اساس ان انا لما حطه يجمل في بعضه في نفس الوقت ان هو ميروحش ويجي في الكارتونة معي. هبتقي ان انا اوزع الرمل بالشكل اللي انتو شايفينه دوت كده. هوزعه ودخل تحت الكبري بالشكل اللي انتو شايفينه دوت كده لما خلي الفراغات كلها تتملي بالشكل دوت. انا بحط هنا كمية كويسة بحيس ان هي تعمل طبقة. وفي الجنب التانية هو عملت بنفس الطريقة. هبتدي هنا كده ان انا اوسع بايدي كده. واجيب الكارتونة. واجيب برط وزلط اللي هو عشان عمله الصخور كده. وهحط في النص بالشكل دوت. توزيع الصخور دوت كل واحد تبع ما هو يحب. الشكل اللي هو يحبه. بعد كده هبتدي هنا ان انا اعمل السحالي. هجيب هنا انا شافهم على ورقة زبدة. من على الكمبوتر او من على تابلت او من على اي حاجة عندك او من كتب لو في عندك. وهبتدي كده ان انا اجي على الورقة الزرقة. وابتدي ان انا ارسمها كده على الضغر وقصها تبقى بالشكل دوت كده معي السحالي. عمل هنا البني والرمادي. وعمل الازرق. بالشكل ده. هم دروا التلات الوان بتوع السحالي. حتى لو انت عاوز تجيبي سحالي بلاستيك مش حتيهم. بس هجي ترى التلات الالوان ده لو. ما ينفعش ان انت تجيبي الاخضر والاحمر. لا هم السحالي اللي هي العجمي. ازرق. وفيه البني وفيه الرمادي عشان يكيفوا مع الطبيعة. يقدروا ان هم يستخدوا في الصخور. ما يبانوز زي ما هم محطوطين كده. مش بينين قوي لونهم في الصخور. بالشكل اللي انتو شايفينه دوت كده بوزع بقيت السحالي. طبعا هم بيكونوا واقفين كده علاقتيهم من قدام كده ورفعين راسهم باكتشوف المكان. لو فيه اي اعداء جاية عليهم. فلازم يكونوا هم بالمنظر اللي انتو شايفينه دوت كده. هنا هحطيت تحت الكبري واحدة لونها بوني برضو. مستخبية بالشكل ده مش باينة. وهنا كده حطيت واحدة. هرجع بعد كده ازبطهم تاني. لو فيه اي حاجة. هنا كده هجيب قطعة من القماش. اللي هو برضو بتاع الشنط اللي هي المشتريات. هبتدي كده انا قصه. عاوز اقصه شكل عشوائي. هو اطلع معي هنا كده مزبوط. لأ. همسكه تاني واحاول ان انا قصه شكل عشوائي كده. على اساس ان انا اعمل لهم مية بركض مية بالشكل ده. هبتدي كده قصة عشوائي اي حاجة كده. مش عاوزة مش عاوزة يكون متناسق. بتنسليش بقى في الكومنتات اللي بتحفزني دايما ان انا اقدم لكم كل جديد. واللايك. والاول مرة يشوفنا ما ينساش اشترك في القناة. اشترك في القناة. يفعل زر الجرس على الكل. عشان وصلوا من انا اشعارات بكل جديد. حطيته هنا كده في الجنب دوت. هبتدي ان انا برضو شلت الرمل زي ما انتم شايفين كده. وهي حطيت كده الشمع. وهبتدي كده ان انا احط الصخور دا الميدور بالشكل ده. بالشامع كده واسبت. بالشكل دوي كده. وهكزا الاخر خالص خلص. خلصتهم. ابتدي ان انا افرض الرمل كده حواليهم. على اساس يدينا المنظر ان هو طبيعي بالشكل ده. شلت السحلية اللي كانت هناك على الكارتونة دي. وهبتدي ان انا وقفها كده على الصخور على اساس ان هي اه اغدى لون المية بالشكل ده. هنا كده هبتدي ان انا اجيب معايا اه عاملة باللورة الاخدر من كارتونة برضو عندي كده. اه من دي كارتونة كده كان جايه فيها اه كيك. فاخدتها. واخدت الاخدر واقصيته بالشكل ده وكي ان هو كده عجب. هبتدي كده ان انا احط منزر العجب اوزحهم بالشكل دوت. وزعتهم بالشكل ده. هبتدي هي ان انا احط العربيات الكبري غماعة. الغلط هنا. ان الكبري للعربيات مش لاستحالي. ما في استحالي تنشي على كبري. الكبري دوت للعربيات. اما استحالي تحت. هنا كده هحط طيارة فوق بالشكل دوت كده. طيارة عندي ابني برضو مكسورة. الجزء اللي تحت اخدت الجزء اللي فوقه. حاطيته انها طيارة. هنوريهاركو دلوقتي. بقى هوا دوت كده المنصر. ايه رعيكو في المنصر. ايه رعيكو في الفيديو. مش يستهل لايك. وفي افكار تانية كتير للنشاط المدرسة هتلقوها في قائمة نشاط المدرسي. هتخش على القوامة التجارة هتلقوها في قائمة باسم نشاط مدرسي. اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.